ولمناقشة تفاصيل هذا الموضوع رحب بضيف حمزة المختار صحفي من السويدة عبر الهاتف وضيف حافظ قرقوت من استوك هولم صحفي أهلا بكم بداية أبدأ معك سيد حافظ وأهلا بك بالعموم مع حلول شهر رمضان من كل عام نشهد ارتفاع في أسعار السلع الغذائية اليوم ما الجديد وما الذي يختلف بالأسعار يصد أوقاتك وأوقاتك الشهديك يعني كل رمضان السوريين بألف خير وإن شاء الله يعني بأقرب وقت يقضوا رمضان بأكثر سلام وأمان يعني ها مثل ما تفضلتي دائما من قبل الثورة يعني دائما كان هناك على رمضان نذكر بحارات دمشق ترتفع الأسعار بشكل جنوني حتى أسعار المواصلات والأفران وكل شيء وقدم فرصة لإبتزاز الناس بهذا الشهر الفضيل الآن جاءت الأزمات تراكمت خلال العشر سنوات الماضية أو العشر سنة الماضية حتى وصلنا إلى هذه اللحظة بالنسبة لمحافظة السويداء على الأقل يعني ندرك بأن محافظة السويداء لا يوجد إديها مصادر أساسية كبيرة للغذاء يعني مساحات المزروعة اللي ممكن تعوض السوق بالخضرة أو بغيره أو حتى الأفران يعني بالقمح شبه معدومي صارت أول شيء بسبب الجفاف اللي ضار بالمنطقة الجنوبية سابقاً للثاني شيء بسبب عدم قدرة الناس أصلاً وصول لأراضيها بسبب غياب الأمن رابع شيء وهم شيء للمحروقات محروقات تالي المحروقات والسمسر على المحروقات حتى لما تكون المحروقات إلى علاقة بالنقل أو إلى علاقة بالأفران بجميع الأحوال يعني مصدر الغذاء في السويداء جزء كبير من نوع بيجي من العاصمة الدماشق بين السويداء والعاصمة الدماشق في عدة حواجز بعض هذه الحواجز تابعة لماها الأسد هذه الحواجز أحياناً عبتاخد دائماً عمولات سمسرة على الطريق من كل شاحنة فيها خضرة أو فيها لحم أو فيها أي نوع من أنواع الغذاء دائماً عبتاخد عمولي حتى يعني البداوي اللي عب يحاولوا يرعيان اللي عب يحاولوا يرعوا الأغنام بسبب موجود ما في مرعى داخل السويداء حالياً عب يضطروا يتقلوا باتجاه البادي الحواجز عبتاخد منهم دائماً أتوات حتى على نقل الأغنام طبعاً للرعي فكيف هذا إذا بدأت تنتقل لأجل الدبايح أو لأجل يعني دعم السوق أعتقد بأنه جزء من الطرق غير الآمن يسبب برفع الأسعار وكما قال أحد ضيوفكم يعني أنه الحقيقة الدولة هي بدها ترفع الأسعار لأنه في نوع من الفساد الفساد مستشري بين كامل المؤسسات يعني إذا أردنا التحدث عن أسباب هذه القفزات السعرية في السوق وأسعار الارتفاع بأسعار السلع الغذائية الأساسية هو مسألة نقل المواد الغذائية من دمشق إلى السويداء والحواجز على الطريق فقط هذا جزء أساسي بالنسبة لنا بالإضافة لفقدان المواد يعني عمليا لما بدأت تجي المواد من العاصمة وبالأساس المواد بسوريا شبه يعني عمليا مفقودي بشكل كبير السوق في أزمة أزمة تسويقية أزمة نمرة في مصارب إلى الناس فهي الشام بدأت توزع على المنطقة الجنوبية بشكل رئيسي وبالإضافة كانت تجي بعض المواد من درعة بسبب الظرف الأمني في درعة وبسبب طبعا تشرد السكان كمان يعني قل الدعم لسوق السويداء بالإضافة بأنه بعض الخضروات فرضا كانت تتجرب البيوت البلاستيكية البيوت البلاستيكية بدها وقود الوقود مفقود والكعربة مفقودي على ذلك يعني الأسعار طارت بشكل عام وفرصة إن كان يعني طبعا الدولة ما تضبط الأسعار لأنه أصلا ما عندها قدرة لا تضبط أسعار ولا هي بالأساس موجودة يعني نحن شبه خالي الدولي والتجاب لقوة فرصة لزيادة الربح من جهة ضمن أتوات النقل من جهة كلفة النقل عالي وأتوات الحواجز على الطرقات من جهة أخرى طبعا يعني واضحة إنه الأسعار عالك أيضا بسبب ضعف القيم القوة الشرائية للسكان يعني أول شيء ما في مصادر داخل حقيقية بالسويدة غير بعض الوظائف الحالة الزراعية صاد يرثلها لأنه الأرض ما عادت عطت شيء أول شيء بسبب المناخ السيء ثاني شيء بسبب فقدان الأمن رابعا شيء أصلا أنه لما كانت الناس تجني حتى محصول التفاح الأساسي كانت تجار دمشقية تحكموا فيها عبر الحواجز أيضا تاب على النظام يتحكموا بالتجار على ذلك كانت الأسعار كمان تأخذوا طاطو كان هذا دخل احتياطي للناس لكن أيضا حوصر بقي فقط التحويلات بشكل رئيسي مع الراتب الصغير اللي بين 90 إلى 120 ألف وسطيا الراتب طيب سأعود إليك سيد حافظ أنتقل الآن إلى حمزة المختار مرحبا بك مجددا سيد حمزة راتب الموظف اليوم لو حمله ونزل إلى السوق ليشتري حاجياته ما الذي باستطاعتهم يشتري مساء الخير إليك أستاذ حافظ راتب الموظف بدون نزل على السوق ليشتري حاجياته ممكن تجبلوا غالون زيت واثنين كيلو سكر على مستويات حقا في فرط بارتباع الأسعار بشكل كبير بشكل جنوني بأسواق سويدة على كل المواد بالخص بحلو شهر رمضان عم بصير فيه ارتفاع هائل جدا بأسعار اللحمات بأسعار الخضروات يعني فيه بعض المواد وصل نسبة لارتفاع لأحد الخمسين بالمئة يعني ضعفين هو بالأساس فيه ارتفاع أسعار وبالأساس القيمة الشرائية أو القدرة الشرائية للمواطن هي بحالة العدم فمع أي مناسبة بتحل على السوريين عم بيكون فيه اقتناص للفرصة سواء كان شهر رمضان سواء كان فيه اعياد عم بصير فيه اقتناص ما فينا نقول البس من قبل التجار يعني فيه عمام كثير عم بتأثر وعم بتأدي لهذه الارتفاع ولكن يعني بهذا الشهر إذا بدنا نشوف أو نقارن بشهر رمضان السنة الماضية يعني فيه ارتفاع بنسبة 100% على كل المواد الأولية والأساسية ما السبب يعني لماذا هناك ارتفاع نسبة 100% كما تتفضل حضرتك ويعني هل في جميع السلع الغذائية هذا الارتفاع أم ألبعض منها هلأ الأسباب بتتعدد يعني فيه الأسباب اللي ذكرها اللي ستحافظ بالإضافة بشهر رمضان بيصير فيه قبال كثير كبير على الطلب وبالأساس السوق ضعيف وما فيه ما فيه امكانيات أو ما فيه مواد بالسوق فمن الطبيعي يصير فيه ارتفاع بالسعر بالإضافة لأنه ما فيه رقابة أمونية على التجار أو على الأسواق هلأ المواد اللي صار فيها ارتفاع يعني عندنا اللحمات والدجاج صار فيها ارتفاع نسبة 100% يعني كيلو اللحمة قبل شهر رمضان كان ب45 ألف وهم بشهر رمضان ب90 ألف عندنا ارتفاع على الخضروات من نسبة 15% كمان بتتفاوت ما بين نوع ونوع يعني البطاطا يعني صار كيلو اللحمة ب8000 ريلا بينما كان قبل شهر رمضان ب4000 4500 بالإضافة طبعا للسلاف الرمضانية يعني اللي عبت 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 95 ألف والمية والمية وخمس تلاف يعني راتب الموظف كامل بيسلي رمضانية هي بتحتوي على الترينزيت على 2 كيلوروز على مربة سيد حافظ يعني هل هنا لك أي احتكار برأيك من قبل التجار وأدى أيضا إلى ارتفاع الأسعار أم الموضوع متعلق بأشياء أخرى يعني ما بحطت فيه احتكار كبير لأنه أصلا مواد نادرة مواد قليلة بشكل عام بالسوق السوري وبرمضان فرصة لأنه يزيل التسويق بالنسبة لهم طبعا بسبب العادات الرمضية بشكل أو بآخر أيضا قد يضيف شغلي قد يكون جزء من ارتفاع الأسعار أيضا انخفاض قيمة الليرة السورية يعني خلال الفترة الماضية وخاصة خلال الأشهر الأخيرة يعني فعلا انخفضت قيمة صرف الليرة بشكل كبير قياسا بالفترات الماضية وخاصة مع محاولة حتى واضح بأنه حتى الدولة ممكن أو نظام الأسد بده يحرر الدولار بالطريقة ما قد يكون كمان أثر على هذا جزء منه على الأسعار لكن بالنسبة لمحافظة جبلية بالأساس ما عندها أي طريق تاني يعني حدودها مع الأردن مغلقة كليا البادي الشرقي يعني ما فيها شيء عمليا الوضع بدرع كلهم نعرف وما بقي المعبر الوحيد باتجاه دمش على ذلك نظام الأسد يتحكم بهذا المنفذ الوحيد الذي المحافظة والتجار يتحكمون بالأساس يعني التجار معهم جمعي خيري ولا هون جمعي إنساني ولا يتبعين لمجتمع مدني التاجر بدور على جيبته بشكل رئيسي ومع أن لا نقبات ولا هيئات رقبية حقيقية في سوريا إلا يعني نقبات الفساد أو رقبات الفساد بالأساس الفساد بدوار الدولي عابين عكس على السوق بشكل عام عابين عكس على قوة الناس الشرائية بالإضافة طبعا هناك باب آخر تطمع فيه التجار والدولي اللي عابد سمسر على الأسعار بشكل عام بأنه بسويدة في عدد هائل من المغتربين عدد كبير من قبل الثورة طبعا من عشرات السنين هذا العدد المغتربين غالبا يعني بعض اللي عاب يحول لأخوته لأولاده لأقاربه بشكل عام من الخمسين دولار للمئة دولار أكثر أقل بشكل عام فيه شيء ما عبي يجي تحويلات هاي التحويلات في منافذ ماء للدولة بدأت انتصى بهالطريقة هاي عمليا بيرتفاع الأسعار جزء من امتصاص أيضا فقصة مساريتة على سرع الصرف سعر الصرف لكل التحويلات اللي عب تلعب فيها الدولة لكل التحويلات المغتربين لأهليون عب تجيعي الأسعار طبعا لتاكل كل القوة الشرائية للسكان بالإضافة طبعا يعني طبيعة السويداء بالطبيعة الجبالية اللي بتمنع إنتاج الخطروات على شكل واسع يغذي على ذلك أنا عقول دائما هي محتاجة لأسواق أخرى تخذيها لذلك عب تزيد على السار كلفة النقل والمحروقات والحراسي أو الترفيق اللي عب قلوله اللي تابعة لحواجز نظام الأسد نعم شكرا جزيلا لك حافظ قرقوت صحفي كنت معنا مستوك هون أيضا الشكر موصول لضيف حمزة المختار صحفي من السويدة شكرا جزيلا لكم